موسيقى كارثة معنى ما تعنيك كلمة كارثة نبوه آلات نبوه ناس تجيه ترفع معنا الجسمان ما نبوه شايد نبوه نطلعوا هلنا لتاعة الارض بس نطلعوه من ندفنوه والله ما نبوه حاشا النسبة لليبيا المحتاجين نتحرك بكل قدرتنا وبسرعة على ان حاج متضرر يناجم عن الفيضانات الاد كان ضخم جداً هذه درنة قبل الكارثة وهذه بعدها صنامي ضرب المدينة الليبية الساحلية فجريفت أحياء كاملة ما أدى لمقتل وفقدان الألاف الأحياء اللي داخل مدينة درنة كلها بصراحة أحياء يعني رفع السيل مباني بالكامل اختفت انشغل العالم بزلزال المغرب أحد أكبر الكوارث المدمرة التي ضربت البلاد لكن لم يتوقع أحد في ليبيا أن يؤدي الإعصار دانيال إلى تلك الكارثة التي فاقت ما جرى في المغرب خصوصاً في أعداد الضحايا تجمعت السيول التي سببها الإعصار لتطيح بسدين انهارا من شدة اندفاع المياه لتتجمع أمواج هائلة جرفت في طريقها كل شيء ولصعوبة أصول فرق الإغافة لكل المناطق الليبية تضاربت إحصائيات الضحايا لكن الأكيد أنها بالآلاف نسبة ليبيا المحتاجين أن نتحرك بكل قدراتنا وبسرعة لأن حجم الدرر الناجم عن الفيضانات كانت الاستجابة الأسرع من مصر ليس بحكم القرب الجغرافي فقط بل الروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة بين البلدين إن شغل المصريون بما يجري في البلد المجاور وتابعوا أخبارها ساعة بساعة خصوصا أنهم كانوا بانتظار وصول الإعصار من هناك لكنه فقد قوته بعد أن طلقت ليبيا ضراباته الأكبر فكأنها حمت مصر أعتبرت مصر مصاب ليبيا هو مصابها فنكست الأعلام وأعلنت الحداد الرسمي على ضحايا الكارثة في ليبيا بمجرد ظهور مؤشرات الكارثة في ليبيا سارعت مصر بتسير جسر جوية وانطلقت الطائرات محملة بالمواد الطبية والإغاثية وفرق الإنقاذ المتخصصة وذهب رئيس أركان الجيش المصري بنفسه إلى ليبيا لبحث مزيد من تنسيق الجهود مع القوات المسلحة الليبية والاطلاع عن قرب على احتياجات الإغاثة نشكر جمهورية مصر العربية وجه السيد الرئيس في دعم منطقة بالكامل من ناحية اللوجستية من ناحية الطبية من جميع النواحي في الشدائد دائما سنة حقيقة لنا ولكل الليبيين تضامنت أيضا الإمارات بشكل كامل مع ليبيا فأضاءت معالمها برسائل التضامن وسيرت جسرا جوية محملا بمستلزمات الإيواء والمواد الإغاثية والصحية وفرق الإنقاذ لإغاثة المنكوبين في ليبيا مشاهد مروعة كأنها تنتمي لأفلام الرعب تكشف عن كارثات مدمرة يعيشها بلد عانى خلال السنوات الماضية من حروب ونزاعات وما زالت فرق الإغاثة تشق طريقها عبر الشوارع والأبنية المدمرة بحثاً عن أحياء فيما عداد الضحايا لا يتوقف موسيقى اشتركوا في القناة